ترجمة نانسي قنقر وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة ولجنة جمال الخيل في المحافظة على مكانة التراث الأصيل في رياضة جمال الخيل العربية الأصيلة مشيرا سموه إلى أنه حريص على مواصلة الاهتمام بهذه الرياضة بما يتوافق مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه باعتبار أن هذه الرياضة تمثل جانبا مهما من تاريخ البحرين وعرقته وشارى سمو الشيخ ناصر بن حمد أن البطولة البحرين للإنتاج المحلي من بين المسابقات المميزة التي ينظمها الاتحاد حيث أنها تحظى باهتمام كبير من الملاك والمربين والاستبلات خصوصا أنها المكان الذي يرونه مناسبا لإبراز قدراتهم ومواهبهم في تربية الخيول العربية وإنتاجها بصورة مميزة وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة تشهد تطورا واضحا في مستوى الإنتاج والعروض المتميزة التي شهدتها البطولات الماضية وهو دلالة على جهود الاتحاد الملكي في مواصلة تحقيق الأهداف المنشودة نحو دعم الإستبلات والملاك في المملكة وأن هذه البطولة تعكس القدرات البحرينية في الإنتاج المحلي هذا وشهدت البطولة عروضا مميزة تمكن من خلالها العرضون من إبراز معالم وجماليات الجياد وسط تشجيع مميز من الجمهور وجرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات ترجمة نانسي قنقر